بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم جميعا اليوم إن شاء الله نتكلم حول طريقة الصلاة بشكل صحيح كما نتعلمها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة كما نقول أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة فهي من الأهمية بمكان كما نعرف جميعا الصلاة يا جماعة أمر سهل جدا الكثير مننا قد تعود على الصلاة ربما بشكل خاطئ وربما بشكل صحيح نحن سنعيد هذه المعلومات معا ولكن بتطبيق عملي أول شيء في الصلاة هو النية والنية محلها القلب يعني أن تنوي بقلبك الصلاة يعني تنوي مثلا أن تصلي الظهر يعني النية معناها العزيمة على فعل شيء وأنت داخل على المكان اللي هتصلي فيه بتقول في قلبك كده نوية أصلي الظهر نوية أصلي العصر نوية أصلي العشاء أي صلاة من الصلاوات بتنوي بقلبك ويجوز أن تنوي بلسانك ممكن تقول بلسانك نوية أصلي كذا ما فيش مشكلة لكن الأصل أن النية محلها القلب حضرتك توضعت الحمد لله وضوء صحيح ويوجد على القناة يعني طريقة الوضوء بشكل صحيح مختصر ومفسر بشكل أوضح يعني بتدخل إلى مصلاك المكان يكون طاهر والثوب طاهر والجسد طاهر ثلاثة أنواع من الطهارة مهمة جدا طهارة المكان اللي حضرتك أو حضرتك هتصلي فيه وطهارة الثوب اللي حضرتك لابسه والثياب كلها الداخلية والخارجية وطهارة الجسم وطهارة الثوب وطهارة المكان دي مهمة جدا في صحة الصلاة طيب بتبدأ حضرتك الصلاة بعد النية النية هي الركن الأول عزيمة القلب وبعد ذلك الركن الثاني من أركان الصلاة هي تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر هكذا وترفع يدك في تكبيرة الإحرام طيب خليك لم ترفع يدك صلاتك صحيحة من السنة أنت ترفع يدك خليك ما رفعتش يدك صلاتك صحيحة لكن الأفضل أن تأتي بلايه أن تأتي بهذه السنة تقول الله أكبر تمام وتضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أنا لا أعرف في الفيديو ربما تنعكس الصورة أو ربما تكون بشكل صحيح لكن هذه هي اليد اليمنى وهذه اليد اليسرى بتضع اليد اليسرى تحت واليد اليمنى فوقها في هذا المكان في هذا المكان يعني بدون تكلف وبدون تشدد تمام حتى قلت الله أكبر وضعت اليد اليسرى فوقها اليد اليمنى تبدأ بدعاء الاستفتاح تقول اللهم باعد بيني وبين خطايا ذا تكلوه سرا اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه كل هذا سرا ثم تقول جهرا أو سرا بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ في صلاتك إن كانت الصلاة جهرا تجهر بالفاتحة والصورة التي بعدها الكلام دا للرجال والنساء يا جماعة صلاة الرجل لا تختلف عن صلاة المرأة في شيء إلا أن المرأة إذا كان هناك رجال أجانب يسمعونها فتسر بالقراءة أما إذا كان هناك أهل بيتها فتجهر بالقراءة في الصروات الجهرية الصروات الجهرية صلاة الصبح وأول رقعتين من صلاة المغرب وأول رقعتين من صلاة العشاء من صلاة العشاء بنجهر في صورة الفاتحة وفي الآيات أو الصور التي بعدها بتقرأ صورة الفاتحة بشكل صحيح وتقرأ بعدها بعض الآيات أو صورة أو بعض الصور كما تحب تمام بدون تكلف وبدون تشدد قرأت الفاتحة وسورة بعدها بيأتي الركن التالي وهو ركن الركوع الركوع بنرفع يدنا هكذا ونقول الله أكبر قصوا يا جماعة اليد بتبقى مفتوحة كده على الركبتين يعني الصوابع في اليد في الركوع بتبقى مفتوحة بهذا الشكل والنظر محل السجود ونقول في الركوع سبحان ربي العظيم بهدوء وباطمئنان سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ويجوز أن نقول سبحان ربي العظيم سبحان الله العظيم وبحمد الحمد لله ويجوز أن نقول صبوح قدوس رب الملائكة والروح أهم شيء لاطمئنان ويكون ظهر حضرة مستويها كذا جيدا ثم ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده لو أنت مأموم بتقول ربنا ولك الحمد لو أنت الوحدة بتقول ربنا تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا دائما كثيرا طيبا مباركا فيه يعني هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بعدما ترفع من الركوع وانت بترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده بترفع يديك أيضا هكذا تمام ويستوي ظهرك واقفا ما ينفعش قبل ما وانت لسه بتقوم رقوع تيجي ساجد مرة أخرى لا يجب أن يكون هناك وقوفا معتدلا قائما بين الركوع والسجود اللي هذا رقنا أيضا من أركان الصلاة ثم يأتي بعد ذلك رقنا السجود بتنزل هكذا على السجود تنزل على يديك هكذا لو انت مريض أو تعبان ممكن تنزل على رقبتيك لا مشكلة في ذلك لو انت سليم بتنزل على يديك هكذا طبعا قلنا السجود على سبعة في فيديو مفصل عن السجود السجود على سبعة الوج والأنف هذا واحد ثم اليدين كده تلاتة والركبتين هكذا خمسة وأصابع القدمين يبقى سبعة بتسجد هكذا الله أكبر في تكبير يا جماعة في تكبير الله أكبر تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتطمئن في سجودك وعلى هذه السبعة ثم تقول الله أكبر بين السجدتين تقول رب اغفل لي رب اغفل لي مرتين أو تقول رب اغفل لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو تقول رب اغفل لي ولوالدي وللمؤمنين أو تدعو بأي دعاء تمام؟ لكن الوارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفل لي رب اغفل لي أو رب اغفل لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وهنوضح لحضرتكم بالصور طريقة الجلوس رجلك دي تبقى فين ودي تبقى فين في هذه الجلسة اللي هي الجلسة بين السجدتين وهذا ركن من اركان الصلاة يبقى دي السجدة الاولى خلصت السجدة الاولى بتقول الله اكبر مرة تانية مثل السجود الاول تمام؟ يعني تقول سبحان ربية الاعلى ثلاث مرات أو خمس مرات وتدعو بما شئت وما تحب من الادعية ثم تقوم للرقعة الثانية وتفعل مثل ما فعلت في الرقعة الاولى بعد الرقعة الثانية بيبقى فيه تشاهد لو حضرتك في صلاة الصبح او الفجر او فيه ركعتين فقط تصليهما يبقى التشاهد ده بيبقى تشاهد الاخير لو حضرتك في صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب او صلاة العشاء بيبقى ده التشاهد الاوسط بتقول من اول التحيات حتى اشهدوا لا الى الله واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله لو في التشاهد النهائي بتختم التشاهد الى آخره هذا إجمالا فيما يتعلق بقصة الصلاة اللي هي الركعات في الصلاة كانت صليت ركعتين طيب فيما يتعلق يا جماعة بموضوع الجهر والسر قلنا الجهر يكون في أول ركعتين من صلاة المغرب أول ركعتين من صلاة العشاء وركعتين الصبح وصلاة الليل السنن تجهر فيها وصلاة السنن بالنهار تسر فيها وصلاة الظهر والعصر كلها صلاة سرية صلاة الجمعة وهي مفروضة على الرجال هي صلاة جهرية كذلك صلاة العيد صلاة جهرية يعني فيه صلاوات سرية وفيه صلاوات جهرية فيما يتعلق يا جماعة بجلسة التشاهد الأخيرة بنضع القدم اليسرى بتمر من تحت الرجل اليمنى هكذا تظهر لحضاكم في الصورة برضو نضع لحضاكم صورة توضيحية والقدم اليمنى تكون مرتفعة كذا والقدم اليسرى تمر من تحتها هذا في الجلسة النهائية للصلاة طيب حضرتك مريض أو تعبان ما تتضرش تقعد الجلسة دي أعد علي قعدها ممكن تقعد بأي شكل وصلاتك صحيحة أيضا ذكرنا أيضا في فيديوهات سابقة أن من لم يستطع من لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا وله الأجر كاملا هذا بالنسبة للمريض وكبير السن ودي حالات خاصة أما الصحيح السليم لا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا في السنن وله نصف الأجر دي نقطة مهمة جدا لأن بعض الناس قد يكون سليما ويحاول أن يصلي جالسا طبعا المريض والتعبان والمرأة التي لا تستطيع أن تصلي قائما والمتعب ممكن واحد بسليم لكن جي في الوقت ده وقت الصلاة وأصبح متعبا أو مرهقا لا يستطيع أن يقف في الصلاة يجوز له أن يصلي قاعدا قاعدا على كرسي أو قاعدا على الأرض هذا جائز وهذا جائز ولا مضيق واسعا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا ما لش بقى قاعدا على كرسي قاعدا على الأرض قاعدا على دابة قاعدا على سرير قاعدا إجمالا فكل ذلك جائز وهناك درس لشرح طريقة الصلاة والجلوس على الكرسي في الصلاة والسجود في هذه الحالة هو متوفر على القناة أيضا هذا إجمالا ما يتعلق بالصلاة الاطمئنان في الصلاة ركن أساسي ما ينفعش يعني تسرع في الصلاة هذا يؤدي إلى بطلانها أداء كل ركن من أركان الصلاة التكبير بين الركوع والسجود والقيام من السجود والسجود مرة أخرى والقيام من السجود للركعة بفي تكبيرة اسمها تكبيرة الانتقال أيضا إذا سهل إنسان في صراطي هناك أحكام سجود السهو متوفرة على القناة في أربعة دروس ومع هذا كله نرحب بأسئلة حضراتكم المتعلقة بالصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يتقبل منا جميعا صالح العمل وأن يجعله في ميزان حسناتنا أقول قولي أزا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته